السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرارات كثير جدا سمعناها في الايام اللي فاتت دي تمتين جيب خلاصة القرارات دي كلها لما في الفيديو ده هنقول خلاصة الكلام للدكتور طارق كل شوية طلب تصرحات وكل شوية فيديوهات وكل مواهل 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 اول حاجة لم يتم رفع الغياب في المدارس واحنا بنطالب يا ريت بنرفع الغياب اي قرار بتعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية ده قرار سيادي للدولة وليس للوزير اي شيء فيه ولم يتم طرحه على الاطلاق خلي بالكم اللي جاية لان اولا الامر لهم حرية الاختيار ان يكون الطالب طالب نظامي او طالب منازل وهو يتحمل باته هحمل مسؤولية ابنه كتعليم يعني تمام هيتم استكمال العام الدراسي وتغطية المناهج بدون محزوفات وده اكيد سواء كان ممكن ان احنا نحضر في المدارس او في حظر كل او في غيره كل الكلام ده المهم المادة للتعليمات توصل لولادنا عن طريق اي منصات تعليمية الطالب استطيع علي ودخل الامتحان اوبن بوك بكتاب الوزارة القديم من نسخة سابقة او مطبوع بدي اف ودي مشكلة وبيت يعني عبء على وليه الامر دلوقت لانه بيشتري الكتب بقى تفاة سوء سودة القصة والاسئلة المقالية موجودة زي ما هي دون تغيير في جميع السنوات عدى السنوية العامة تلتة سنوات ينبغي درست القصة والاسئلة المقالية موجودة زي ما هي دون تغيير في جميع السنوات عدى من تلتة سنوات ينبغي درست القصة والإلمان بالاسئلة المقالية كلها ولكن لن يتضمن امتحان نهائي في سنوات عامة فقط اسئلة بتقتضي الكتابة بالألم حتى نتمكن من تصحيح الكتروني كامل بدون عنصر بشري تحقيق الاعدالة ومنع للتظلمات يبقى تاني لن يتضمن امتحان نهائي في السنوات العامة فقط يعني دراسة القصة والإلمان بالاسئلة المقالية ولكن لن يتضمن امتحان فيها خالص تمام اسئلة بتقتضي الكتابة بالألم حتى نتمكن من تصحيح الكتروني كامل بدون عنصر بشري تحقيق الاعدالة اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك اشترك في القناة